محمد تكلم على تحقيق مصر لأعلى معدل الحركة السياحية من نحو 14 حوالي 14 مليون أكتر من 14 مليون سائح 14 مليون 900 ألف وشيح صحيح يعني ده رقم كبير جدا مقارنة بالسنين اللي فاتت فخلينا نعرف من حضراتك حيثيات هذا الرقم ودلالات هذا الرقم أولا في عوامل كتيرة في خطة وضعت من الدولة واستراتيجية قبل للتحقيق فقر اقتصادي وتسويقي من وزارة السياحة والسيد الوزير طبعا إنه جاي من البنوك على دراية كافية بكافة التفاصيل الاقتصادية والتسويقية ودوران رأس المال حضور البورصات الدولية بشكل مكسف البورصات الدولية الخاصة بالسياحة اللي احنا بنقابل فيها الوكلاء السياحيين الشركات السياحية الشركات الاستثمارية المواقع العالمية والمسؤولين عنها زي مواقع بوكينج دوت كوم او إكسبيديا الى آخره طبعا في بورصات دولية كتيرة كانت فيه خطة ممنهجة من قبل الدولة لحضور كافة البورصات متمثلة في وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمستثمرين اصحاب الشركات والفنادق السوشال ميديا الريفيوز او الاراء بتاعة كافة السياح اللي جات مصر على كافة المواقع كانت بصورة إيجابية كبيرة خلت المواقع العالمية والشركات العالمية والميديا العالمية والقنوات العالمية تشيد بمصر في 22 و23 و24 كوجهة سياحية من ضمن الوجهات السياحية اللي اشدت بها بدول اخرى مثلا خمسين دولة او غيره تسويق كل القطاع الخاص طبعا لانه بيسوق بالاضافة غير الحضور التسويق على طول في الجوجل والسوشيل ميديا التواصل المباشر ما بين الوبريتور في داخل مصر وخارج مصر ده كله ادى الى النتاج دي استقرار مصر طبعا الامني والسياسي واللوجيستيك اللي موجودة في المطارات المصرية توسعة الطاقة الاستيعابية في الفنادق المطارات برضو توسعة المطارات بشكل كبير حدوث احداث او افنس هقول دولية زي مثلا موكب المميوات اللي تم ونقل المميوات الى متحف الحضارات سياحات معينة ظهرت زي بعد الموضوع ده سياحة زي نقدر نطلق عليها سياحة الازياء لما جات مركات عالمية عملت في حد شبسود في الاقصر وعملت هنا في الهرم وكانوا ملياردرات اللي بيجوا في سياحات مثلا ظهرت زي سياحة عايز اقول الافراح عائلات من الهند جات شرم الشيخ اجارت ثلاث يام اماكن بطيراتها الخاصة كل ده بيعمل بروباجاندا بالاضافة طبعا للمؤتمرات او الاحداث الدولية الكوب 27 مؤتمر المناخ لان بتسلط الاضواء على مصر بشكل كبير وبتسلط على الايجابيات فظهرت الايجابيات بشكل كبير طبعا اكيد في بعض السلبيات ولكن ده كله مع الخدمة من قبل القطاع الخاص والدولة حصول المواطنين الاجانب في شركات او عايز اقول دول غير هاجي للشركات ان الدول بتحصل على التأشيرة بمجرد وصولها للمطار جنسياتها فيه ناس اللي كانت معها الشنجين وتأشيرة انجلترا وتأشيرة امريكا من جنسيات مختلفة وسارية التأشيرة بتاعتها بارض وتقدر تحصل على التأشيرة تأشيرة اون لاين عظيم دي من تسهيلات برضو دي من ضمن التسهيلات اعم من ضمن التسهيلات التيران الشارتر فتح مطار زي مطار سفينكس برضو ده مهم جدا للاستقبال المزيد من السياح المطارات لما بتزيد التقال الاستعابية ليها بقى في شرم الشيخ والجنوب سيناء عظيم قصدي طبعا المطار طابع مطار كازم